الخميرة والخيار أقوى مليون مرة من الفلار الوصفة بتاعت النهاردة هتفتح بشرتك وهتنفخ خدودك البنات اللي عايزة يبقى لها غدود الوصفة دي خطيرة يا بنات بسقات الخميرة كلها ما شاء الله حلوة جدا في التفتيح وفي نفخ الخدود والوصفة بتاعت النهاردة مكوناتها كلها مفيدة للبشرة النتيجة بتاعتها هتشوفها من أول استخدام هتفتح بشرتك كده هتزيل التصبغات والبقعة الداكنة هتدي نظرة حلوة قوي كمان للبشرة هتخلي بشرتك كده صفية هفيش فيها أي شوائب ما شاء الله المسك حلو جدا الترطيب فضيع والتفتيح ما شاء الله بشرتك هتفتحي مش أقل من ثلاث دربات أنا شوشو دي قناتي اللي هأول مرة تعدي على قناتي وتشوفيني اعمل اشتراك للقناة وفعال الجرس لنوصل لكل وصفاتي الجديدة اللي أنا ما نزلها كمان شاير الفيديو كده لأصحابك وحبايبك خلي الكل يستفيد من وصفة هما حاجة يا بنات هتنسوش اللي عشان هو اللي برفع الفيديو يلا بينا كده ندخل عطول في الوصف اول حاجة هاخد واحدة من الخيارة وتكون كده يعني الحجم التاحها كبير هطب شريعة بالمبشرة وهتصفي المية عايزة المية بتاعة الخيار التفلي بتاع الخيار ده او المبشور بتاع الخيار ده مش هنرميه طبعا هنستخدمه ممكن تحطيه في مكعبات التلك وتحطي عليه مية ورد حلوة جدا يعني تستخدمي كده تحت عينيكي تمشي كده كده كتعة التلك تحت عينيكي على بشرتك مشاء الله حلوة جدا انا النهاردة هستخدم المية بتاعة الخيار في الوصفة بتاعتنا في بولة بقى عندك واتفضي كده فيها كيس من الخميرة الفورية او معلقة كبيرة كده مليانة من الخميرة الخميرة يا بنات تحفة 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 في التفتيح وكل جين كده طبيعي لبشرتك بتعالج التجاعد والخطوط الرفيعة فيها فيتامين بي بيساعد على تجديد خلايا البشرة كمان بتزود كده الدورة الدموية اللي في وشك كمان فيها مضادات اكسادة واحمد امينية حلوة جدا لبشرتنا تفتح البشرة بتزيل التصبغات ما شاء الله تاني اضافة عندي وهي النشا هضيف معلقة برضو كده مليانة من النشا نشا الدراء والنشا طبعا احنا متفقين ان هو ملك التفتيح ما شاء الله حلوة جدا في كل الوصفات معلقة كده مليانة من النشا تالت اضافة عندي وهو دقيق الرز لو ما فيش عندك دقيق رز تقدر تستخدمي الدقيق العادي ما فيش مشكلة دقيق الرز ممكن تاخدي كده كوباية من الرز تغسليها وتطحنيها عندك في المطحنة بتاعتك او لو عايزة يعني يبقى الموضوع سهل عليك اشتري من عند العطار هو مش غالي هتجيبي نص كيلو هيفضل معاك مدة طويلة جدا الدقيق بتاع الرز يبينات حلو جدا للبشرة من المكونات الممتازة في التفتيح بيدي تفتيح رهيب للبشرة غير كمان انه بيزود انتاكي الكولاجين في البشرة بيقلل تجاعد الخطوط الرفيعة كمان فيهم ضدات اكسادة في بيوحد لون بشرتك ما شاء الله حلو جدا انا خدت معلقة كده كبيرة مليانة زي ما انتم شايفين من دقيق الرز هضيف كده كل المكونات دي مع بعض المكونات سهلة جدا موجودة عندك في مطبخك يعني ما فيش حاجة هنشتريها النهاردة منبرة كلها حاجات بسيطة كده بس المسك النتيجة بتاعته بجد حلوة قوي يعني من احلى المسكات اللي انا بحب اعملها هي مسكات الخميرة بتفتح تفتيح ما شاء الله رهيب كمان بتنفخ يعني الخدود كده لو حطتيه على الخدود بتنفخ خدودك اهم حاجة يا بنات مسكات الخميرة ما تحطيش المسك على منطقة المناخير بلاش تحط المسك على مناخيرك هبدأ بأنزل بمية الخيار واحدة واحدة كده زي ما انتم شايفين الخميرة بتاخد وقت شوية بناتها لما تفك منك والدوب فما تقلقيش خالص يعني من جرة كده ما تحطي لقتيها كتلت منك كده هتقلقيش ابدأ انزل بمية الخيار واحدة واحدة زي ما انتم شايفة كده انا مرضيتش احط الكمية مرة واحدة مع اننا عارفة ان هي الكمية ديها يعني يدوب على قد المسك بس انتي عشان هكوني لسه اول مرة تعملي مسكات فعشان ما تبقيش قلقنا ان القوام يخف او منك فانزلي واحدة واحدة كده تدريجي كده معلقة معلقة كده لحد ما توصل للقوام اللي انتي عايزاها شايفين هنا الخيميرة بدأت كده يعني تعمل كتلة كده بس هي هتفك الوقتي مع التقليب هتفك معاك هتاخد تقريبا كده خمس دقيق في التقليب زي ما انتم شايفين كده بصوا تقليب كده يعني مستمر كده بالراحة بتبدأ تفك معاك الخيار يا بنات حلو جدا للبشرة يعني ما شاء الله من حاجات المرتبة الخطيرة للبشرة بيرتب البشرة كمان بيقلل التجاعيد وبيعالج كمان الهالات السودة بينضف بشرتك كده وبيشدي المسام بتاع الجلد معاكم حلو جدا للبشرة فمشاء الله انا حبيت اضيفه في الوصفة بتاعت النهاردة علشان يطري بشرتك كده احنا دخلين على الشتاء فدايما البشرة بيبقى فيها جفاف جامد فالخيار من الحاجات الحلوة جدا نبتدي ترتيب حلوة اول البشرة فاحنا هنعمل المسكة هيفتح هينفخوا الخدود للناس اللي عايزة خدوتها كده تتنفخ كمان بيدي ترتيب حلوة اول بشرتنا كده القوام بتاع المسك بتاعي بقى مظبوط اخر اضافة عندي ودي اختيارية انا هضيف معلقة من جل الصبار لو موجود عندك جل الصبار هتضيف معلقة من جل الصبار لو مش موجود عندك وعندك عسل ابيض عسل نحل طبيعي ضيف معلقة من العسل العسل يا بنات بديل لجل الصبار لو موجود جل الصبار استعمليه هيكون افضل مش موجود لو عندك عسل استعملي العسل اللي بيض اي حاجة منهم مش مشكلة مش هتفرق اللي ببقى كده جل الصبار ادمجي كويس مع المسك بتاعك هم حاجة كده المكونات كلها تندمج مع بعض كويس وقت تبدأ تستخدم المسك بتاعك طبعا على بشرة نظيفة هتخسليه كده اديكي انت طبعا تستخدميه لأديكي واستعمليه لرقابتك لوشك اخسليه كده بشرتك اي مكان انت عايزة تفتحيه اخسليه الاول كويس وتبدأ كده تفرد المسك بتاعك زي ما انتوا شايفين المسك ما شاء الله ناعم جدا خفيف كده هتحطي طبقة منه واستني شوية وارجعي حطي طبقة كمان منه عايزة تقليه عن كده شوية عشان تقدر تتحكمي فيه تقدر تضيفي يعني نص معلقة كمان من النشا بس انا ما ضفتش حاجة انا القوام ده حلو جدا وبعرف هتحكم فيه هستبيه على بشرتك طبعا لحد ما بينشاف وبعد كده بتخسليه وترتبي باي مرتب عندك اعملي المسك ده تلات مرات في الاسبوع مش اقل من تلات مرات في الاسبوع عشان نتاخدي منه انا تيجي حلوة قوي لو وصلت الحد هنا تنسيش تحط اللايك لو لسه حطيتش اللايك ولو لسه مشتركتش في قناتي اعمل اشتراك للقناة وفعال الجرس ان يوصلك كل جديد يلا اشوفكو على اخر ان شاء الله الفيديو الجاي باي باي